اشتركوا في القناة في مسار تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وأكد المدير العام لشؤون القانونية أن ما تم إنجازه من توصيات في التقرير الطوعي الرابع لمنتصب في المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين يعكس التقدم المتصاعد للمملكة وسجلها الحافل بالسبق والريادة والإنجازات والمبادرات النوعية المتميزة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان كما استعرض السفير المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين فيما يتعلق بدراسة وتحليل وتنفيذ التوصيات والتي مرت في عدة مراحل تتضمن تشكيل فريق مختص بفرز التوصيات وتصنيفها إلى عدد من المواضيع ودراستها بشكل مستفيض مع الجهات الحكومية المعنية مواربا عن اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة الاستراتيجية وبالتعاون البناء القائم مع الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها كافة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية ترجمة نانسي قنقر